الدورة الخامسة والثمانون للجنة الاستثمارات التي ترأس شغالها رئيس الحكومة عزيز أخنوش تدارست سبعة عشر مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات وصدقت اللجنة على خمس عشر اتفاقية منها بقيمة اجمالية تقدر بأكثر من عشرة ملايير وثمانمائة مليون درهم ما سيمكن من خلق الفين وتسعمائة وسبعة مناصب الشغل مباشر وغير مباشر قطاع الاتصالات يتصدر المشاريع الاستثمارية التي تدارستها هذه اللجنة بقيمة تبلغ خمسة ملايير وسبعمائة مليون درهم ما يقارب نسبة ثلاثة وخمسين في المئة من اجمالي لاستثمارات مرتقبة قطاع الاتصالات متبوع بقطاع الصناعة بقيمة استثمارات تصل إلى ثلاثة ملايير ومائتي مليون درهم أيضا سجلت لجنة الاستثمارات أن المشاريع ذات الرأسمال الوطني أو المختلط تمثل الجزء الأكبر من الاستثمارات المرتقبة بحوالي 9 ملايير و200 مليون درهم وباعتباره رافعة رئيسية للانتعاش الاقتصادي وآلية أساسية لخلق فرص الشغل أعلنت الحكومة أنها تعبأت بالكامل من أجل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي يتعين القيام بها بهدف تعزيز دينامية الاستثمار في جميع أنحاء التراب الوطني وذلك في إطار تنزيل التعليمات الملكية المتعلقة بمثاق الاستثمار في المقابل أكد رئيس الحكومة خلال الدورة الخامسة والثمانين للجنة الاستثمارات على ضرورة الصهر على النجاعة والفعالية في فحص المشاريع التي تدرسها اللجنة والحفاظ على الوتيرة المنتظمة لعقد الاجتماعات التي دوبت عليها اللجنة منذ بداية الولاية الحكومية الحالية فمنذ نحو ستة أشهر تم عقد خمسة اجتماعات للجنة الاستثمارات تم خلالها المصادقة على 46 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات بقيمة إجمالية تجاوزت 33 مليار و400 مليون درهم كما تم منذ الولاية الحكومية الحالية خلق ما يقرب من 5816 منصب شغل مباشر و8475 منصب شغل غير مباشر من بين المهام التي تطلع بها اجتماعات لجنة الاستثمارات المصادقة على اتفاقية جديدة الوقوف على التقدم المسجل على مستوى المشاريع المهمة التي تمت المصادقة عليها في الاجتماعات السابقة إضافة إلى حل المشاكل التي يمكن أن تعترض إنجاز هذه المشاريع المصادقة على عشرات الاتفاقيات وخلق الآلاف من مناصب الشغل مباشرة وغير مباشرة أرقام ونتائج تعكس المصار الإيجابي للاستثمارات في المغرب على الرغم من الظرفية الدولية الصعبة والتي تأثرت بتداعيتها المملكة المغربية ما يبرز دور الأسس الاقتصادية المتينة للبلد شكرا لكم على المتابعة